بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أستاذ طارق الدروع مدرس مادة اللغة العربية مشترك نبدأ إن شاء الله اليوم بإكمال الخواعد للفصف الثاني ونبدأ بقاعدة التمييز قاعدة التمييز بداية الأستاذي ما معنى التمييز التمييز أستاذي اسم هذا الاسم نكرة يزيل الإبهام عن ما قبله يزيل الإبهام عن ما قبله طيب إيش يعني زي ما تعودنا نحن نجي نفهم التعريف طيب إيش يعني اسم نكرة يعني ليس معرف ليس معرفا تمام ليس مقتلنا بقل التعريف يزيل معناتها يوضح أو يفسر الآن الإبهام يعني ما قبله يعني بدي يوضح إيش ما قبله بدي يكون إيش غامض والإبهام يعني شي غامض ليس مفهومة ساء تستأتي هذه الكلمة اللي هي كلمة التمييز كي توضحه عن ما قبله طيب شو اللي قبله الساء اللي قبله شغلتها يابيكون في عندك كلمة يابيكون في عندك جملة تمام وهم هذولا أنواع التمييز أنواع التمييز الآن أستاذي بدايته قبل أن أبلش بشرح التمييز نأخذ مثال هيك كيف نفهم التمييز مثلا لو جيت حكيت لك زرعته الأرض تمام مثلا أزار تمام رح تحكي لي أستاذي أنت بداية لما جيت عرفتنا التميييز قلت لنا أنه اسم ناكرة يزيل لي بهم عن ما قبله يعني اسم بدي يكون غير معرف هذا الاسم يوضح ما قبله لأن وجنع الجملة هاي زرعة فعل والتا فاعل وهاي ما فعل به شيك الأرض ما فعل به كلمة أزهارا هنا هي اسم ناكرة إذن بداية هو ما نبحث عنه هذه الكلمة قد أزالت الغموض عن ما قبله يعني بيّنت لي أو ميّزت زرعت الأرض إيش رح يقولي زرعت الورض إيش أزهارا فأزهارا هي تمييز هي إيش تمام تمام الآن مثال مثلا ثاني عشان احنا يكون مدخل للتمييز عشان نفهمه أكثر لو جيت حكيت لك اشتريته تمام كيلو بهذا الشكل مثلا عنب تمام انت الآن ميّزت إيش اشتريت قلت لي أستاذي اشترى فعل والتاة هون فاعل وكيلو هون مفعول به بمعنى يعني وعنبا هون ميّزت كيلو إيش صح لو لو لم تأتي هنا كلمة التمييز عنبا أو أزهارا لو لبقي في الجملتين غموض فقلنا زرعت الأرض طب ما فهمت طب اشتريت كيلو طب برضو أنا ما ميّزت إيش اشتريت فهون هنا هنا كلمة التمييز فهذا هو معنى التمييز فهون برضو تيجي كلمة التمييز تمام أستاذي؟ طيب الآن بدنا نتعرف على شغلة بس اللي هي أسئلة الوزارة بس قبل نتعرف على هاي الشغلة بدنا نفهم أستاذي إنه ملحوظة أهمة التمييز منصوب التمييز يأتي شو؟ التمييز يأتي شو مالو؟ منصوب يعني حكمه من العراء منصوبا تمام أستاذي؟ الآن بداية بدنا نعرف أسئلة الوزارة شو ممكن يجي أسئلة هنا على التمييز بداية أستاذي أسئلة الوزارة وردت على النحو الآتي حكا أنه ضع دائرة وحدد لي نوع التمييز اللي إحنا كمان شوي إن شاء الله ونحن أخذه وحكا له استخرج تمام؟ استخرج شو؟ تمييز برضو لم يحدد هنا النوع بس ممكن يحدد لي النوع تمام؟ إذن هؤلاء السؤالين وردان بالوزارة طيب إيش أسئلة الكتاب؟ أسئلة الكتاب واللي لازم نتنبه لها أستاذي إيجا عندي كالآتي واحد قال لي ميز تمييز النسبة من تمييز الذات فإحنا من نميز إيش تمييز الذات من تمييز النسبة إن شاء الله هما أصلا نوعاء التمييز طيب وجه سألنا قالنا كمان أعرب إذا في أعراب التمييز طبعا في أعراب التمييز طيب الآن أستاذي بعد ما تعرفنا هذه الأسئلة وبعد ما تعرفنا كيف نعرف أن هذا التمييز أو كيفية ما يجيء التمييز بنا نعرف أنه التمييز نوعان هلو؟ نوع يا أستاذي يسموه مفرد والنوع الثاني يسموه نسبة تمام؟ المفرد هذا يسموه إيش؟ ذات والنسبة يسمى جملة تمام؟ أو لعكس تمام؟ اللي هو تمييز الذات وهو مفرد وتمييز الجملة اللي هو إيش؟ نسبة تمام أستاذي؟ الآن حتى حتى باللغة العربية يسمى تمييز النسبة اللي هو تمييز ملحوظ ويسمى المفرد ملفوظ لأن المفرد يجي يميز كلمة بحد ذاتها أما النسبة يلاحظ من خلال الجملة أو يزيل إبهام عن جملة تمام الآن إن شاء الله سنبدأ بشرح تمييز النسبة تمييز النسبة اللي بدنا نعرفه إنه تمييز النسبة تمام؟ إيش تعريفه تمييز النسبة؟ بيقول لي ما يوضح الغموض أو الإبهام عن علاقة تربط بين بين عناصر الجملة بين عناصر الجملة إذن أعرفنا هون أستاذي إنه لما بلشنا نشرح قلنا تمييز اسم نكرة يزيل إبهام عن ما قبله قلنا ما قبله ممكن يكون كلمة أو جملة فإذن إحنا بلشنا في تمييز النسبة لأن تمييز النسبة يدلع يأتي ليزيل غموض عن جملة أما تمييز المفرد يأتي ليزيل غموض عن مفرد بداية تمييز النسبة ما يوضح الإبهام عن علاقة تربط بين عناصر الجملة سنبدأ بأنواع تمييز النسبة صراحة أستاذي تمييز النسبة له نوعا له نوعا النوع الأول في عندك إشي اسمه محول اثنين في عندك إشي اسمه غير محول أسا أنت ما بهمك تعرف إنه هذا محول ولا غير محول لازم تعرف إنه هذا نسبة أو ذات يا نسبة يا ذات الآن أنا أريد أعرفك إن شاء الله أستاذي كيفية معرفة تمييز النسبة سواء كان محول أو غير محول الآن أستاذي واحد تمييز المحول له ثلاثة علاقات العلاقة الأولى أستاذي هي علاقة المبتدى بالخبر علاقة المبتدى بالخبر يعني أنا أريد أجيب أن يجب أن يجب أن يجب أن يقوم بها إسم نكرة الإسم النكرة بدي يكون تمييز يجب أن يزيل الغموض عن الجملة الإسمية عن الجملة الإسمية والتي هي علاقة المبتدى بالخبر انا راح حكيله الان او اسميه اللي هو يأتي التمييز في اسلوب المبتدأ والخبر بسميه اسلوب التفضيل طب ليش سميته اسلوب التفضيل؟ قسا راح حكي لك ليش السادة سميته اسلوب التفضيل لانه الجملة هنا لازم تحتوي على اسم تفضيل كي يأتي التمييز ويزيل الغموض عنها بداية لو اجد حكيت لك مثال مثلا مثال محمد أفضل من زيد خلقا لو انتبهنا على الجملة هيا وقلت لك تعال خلينا نطلع التمييز راح تقولي يا استاذي انا بنا دور على اسم نكر الاسم نكر هذا سيزيل الابهام او يوضحه او يفسره عما قبله تمام الآن نجي بندور محمد أفضل من زيد ايش؟ ميز لي ميز لي محمد انه افضل من زيد بالخلق مش هيك استاذي؟ فخلقا هون تمييز لكن التمييز هنا يجب ان اعرف معناه او نوعه انه هو تمييز نسبة او تمييز مفرد احنا قلنا بلشنا بتمييز النسبة فاحنا بنظل بتمييز النسبة لما نفهم ان شاء الله الآن استاذي بدأ انتبه على الجملة الجملة وقع فيها اسم تفضيل يعني شو يعني اسم تفضيل استاذي؟ يعني كلمة عوزن افعل حانا جاءت للمقارنة فهانا فضل فضل محمد على زيد بالخلق فخلق هون تمييز طب ايش نوع التمييز هنا؟ احنا قلنا احنا قادرين نحكي عن تمييز النسبة فهون اعرابه تمييز نسبة طب استاذي مطلوب مني لازم اعرف ان هذا تمييز نسبة بالاعراب ضروري جدا استاذي تعطيه نوع لازم تقوله تمييز نسبة طب ايش اعرابه ما احنا قلنا سابقا الاستاذي الملحوظة الهمة انه تمييز يأتي شو ما له منصوب اذا تمييز شو ما له منصوب وعلامته نص به ايش الفتح او تنوين الفتح ما فيه مشكلة طيب استاذي كيف انا عرفت انه هاي علاقة بالخبر وعرفت انه تمييز نسبة اول شيء استاذي قلتلك انه تمييز النسبة يوضح الابهان عن علاقة تربط بين عناصر الجملة فهانا استاذي لما تيجي عندك كلمة زي افضل تمام ويأتي ما بعدها اسم نكرة تمام اسم النكرة هنا ازال الغموض عن الجملة التي احتوت على اسم تفضيل اللي هو عوازن افعال اعرف انه حلقة المبتدأ بالخبر فهون استاذي محمد مبتدأ و افضل هنا خبر تمام هنا خبر الان الان محمد افضل من زيد ايش افضل منه خلقا و هنا ميزت كلمة خلقا ما يختلف به محمد عن زيد من خلال اسم التفضيل اذا ميزت كلمة خلقا بس احنا عشان نفهم اكثر تمام ما يختلف به محمد عن مين عن زيد تمام استاذي تمام طب من خلال شو من خلال وجود ايش من خلال وجود اسم التفضيل فاسم التفضيل هنا كان علامة فارقة لمعرفة انه اسم نكرة هذا اسم نكرة تمييز نسبة تمييز النسبة علاقة المبتدأ بالخبر اذا احنا بلشنا في التمييز المحول عشان ننتبه بس نرجع ننتبه انه تمييز نسبة محول ايش علاقته علاقة المبتدأ بالخبر ايش عرفني وجود اسم التفضيل ووجود ما بعد اسم التفضيل اسم نكرة هذا ميزة ميزة وجود علاقة المبتدأ بالخبر طب اعطينا مثال ثاني حاضر لأن لو انتبهنا أستاذي على المثال الثاني وقلنا قال تعالى قال تعالى أنا أكثر منك مالا صدق الله لأن أستاذي لو انتبهنا على كلمة مالا هنا أستاذي لو وجدناها ميزة هو أكثر منه إيش فرح تحكي لي أستاذي أكثر منه بالمال تمام؟ إذن مال هنا تمييز طب أستاذي شو بدي أعرفني أنها تمييز نسبة؟ قلت لك أستاذي هنا أزالت الخموض عن جملة والجملة هنا وجد فيها اللي هي اسم التفضيل اللي هو أوزن أفعل اللي هو أكثر تمام؟ طب أستاذ شو أرى بأكثر؟ بقول له خبر مش هل يتفقنا هيك يا أستاذي؟ أنه اسم التفضيل في علاقة نورتد بالخبر عندما يكون عندك تمييز نسبة اللي هو اسم نكرة يزيل الإبهام عن ما قبله أعرف بوجود اسم التفضيل بالاسم التفضيل بدي يكون خبر وهنا بدي يكون عندك تمييز نسبة تمييز تمييز نسبة تمييز أيش؟ نسبة تمام؟ أستاذي؟ تمام الآن ممكن أجي أضيف مثال آخر عشان بس نوضح الفكرة أكثر لما أجي أحكي والله أبي أكبر منك مثلا عمرا أنا ميزت أبي بيش والعمر أن أكبر منك أيش؟ بعمر أن أمر أبي أكبر من أكبر من أمرك تمام؟ فهون أستاذي كلمة عمرا تمام؟ جاءت تمييز نسبة ليش؟ لوجود هنا أيش؟ اسم التفضيل فهنا علاقة المبتدة بالخبر علاقة المبتدة بالخبر إذن إذا وجدت في الجملة اسم التفضيل أو أزن أفعال تمام؟ وإجه هذا اسم النكر وتأكدت أنه تمييز حان التمييز أستاذي يكون تمييز نسبة تمييز نسبة كما عربناه سابقا بقوله تمييز نسبة شماله منصو تمييز نسبة شماله منصو تمام أستاذي؟ نأتي إلى النوع الثاني من التمييز المحول اللي هو علاقة علاقة الفعل بالفعل علاقة الفعل بالفعل زي ما قلنا أنه التمييز اسم نكر يزيل الإبهام عن ما قبله ما قبله ممكن يكون كلمة ممكن يكون جملة وإحنا بلشنا بالجملة اللي هو التمييز النسبة وقلنا أنه يأتي ليزيل الإبهام عن جملة اسمية والجملة اسمية كيف بدأ عرفها هنا علاقة مبتدة بالخبر بقولنا بوجود اسم التفضيل لكن هنا أستاذي مختلف شوية لكن في نفس الإعراب ونفس النوع علاقة الفعل بالفاعل يعني ترتيب الجملة آسف علاقة الفعل بالفاعل علاقة الفعل بالفاعل عن عراقة الفعل بالفاعل عن جملة فعلية تعالوا خلنشوف مثال كالآتي لو قلنا ازداد الطلبة تمام مثلا اقبالا على التعليم هلو راح تحكي لي أستاذي هانا تعالوا خلننشوف وين اللفظ اللي كانت ميز الطلبة في ازديادهم راح تحكي لي والله كلمة اقبالهم الاقبال صح؟ اقبالا فرح تحكي لك تمام أستاذي تعالوا خلنشوف ازداد فعل والطلبة هنا فاعل واجه بعدين لفظ هنا اللفظ هذا كان التمييز تمام طيب أستاذي هنا التمييز شو بدي يكون نوعه بقول لك نسبة طيب أستاذي ليش لأنه أزال الغموض عن علاقة الفعل بالفاعل عن علاقة الفعل بالفاعل طيب نأخذ مثال ثاني عشان ننتبه أكثر لوجه قال تعالى تمام واشتعل الرأس شيبا شي با صدق وراف طيب انتبهيلي على الجملة حي الأستاذي وحنقول قال تعالى اشتعل الرأس شيبا هتحكي لأستاذي اشتعل هنا فعل والرأس وهنا فاعل طيب ما أقول ممكن تحكي لها المفهول به لا يا أستاذي ليش لأنها يميزت اشتعل الرأس وشو ما أجت وقعت عليها فعل الفاعل هاي واحد اثنين أستاذي أنا هنا قلت لك معلاقة الفعل بالفاعل إذا فعل فاعل بعدين يأتي عندك اسم نكرة الاسم نكرة يميز أو يزيل الابهام عن ما قبله فهو أزال الابهام عن ازداد الطلبة شو صح اقبالها فاشتعل الرأس شو شيبا فهنا تمييز شو ما له تمييز منصوب تمييز شو ما له منصوب طب ايش نوعه لازم أحكي له نسبة اه اتفقنا لازم نحكي له شو نسبة تمام تمام الآن أستاذي طب أستاذي كيف بدي تأكد أنه هذا الذي عندي تمييز طيب ممكن أنا أجأ أقول لك مثال ممكن تحكي اشتعل شيب الرأس اختلف المعنى إذن لم يختلف إذن إذا وضعت التمييز مكان الفاعل لن يختل المعنى لاحق إذا وضعت التمييز مكان الفاعل لن يختل المعنى شوف المثال هذا للصابق ازداد الطلبة اقبالا قصدك ازداد اقبال الطلبة إذن لم يتغير المعنى طب تعالوا خلنعرف إيش يعني محول إيش يعني كلمة محول المحول اللي كنت أحكي لك يا الآن اللي هو أصلا حول من فاعل التمييز طب تعالوا خلنشوف مثال لو عطيتك مثال زي هيك أنا ما حطيت فيه تمييز قلت لك ارتفع تمام قدر الرجل تمام رح تحكي لي ممتاز هاي أستاذي فعل فاعل وهو مضاف والرجل يمضاف إليه تمام طيب الآن أستاذي لو جت حولت هذا الشيء وقلت ارتفع الرجل تمام قدرا شفت كيف انت حولت حسا التمييز من فاعل التمييز تمام إذن هنا أستاذي اسم المحول طب كده أتعكد أنه علاقة الفعل بالفاعل حين بيجي عندك لازم يجي عندك فعل له مفتاح الحل فعل بعدين بيجي عندك فاعل بعدين بيجي عندك التمييز التمييز شو بدي يكون هنا تمييز شو نوعه لازم أكتب نوعه له نسبة تمام اشي عرابه منصوب منصوب تمام أستاذي طب مثال ثاني عشان نتعكد من المعلومة لا لا قلتلك توحد توحد أمل الشعب يلا حولها انت لحالك رح تحكي ده والله أستاذي بقدر أنا لازم لما أجل حوله اللي هو علاقة الفعل بالفاعل وجود كلمة أمل هنا هي فاعل أصلا هتحكي لي هنا توحد الشعب تمام أملا ماشيك تمام الآن توحد فعل والشعب فاعل وهي أصبحت كلمة نكر زالت الغموض قصدت به زالت الغموض فلذلك أنا بينت إن الشعب توحد أملا فهون تمييز خماله تمييز نسبة تمييز نسبة تمام مستاذ هي علاقة الفعل بالفعل تمام نينجي على علاقة العلاقة الأخيرة للتمييز المحول وهي تمييز النسبة لي علاقة بالمفعول به علاقة الفعل بالمفعول به تمام تعالوا خلينا نشوف كيف بدأ تكون علاقة الفعل بالمفعول به بداية في عندي مفتاحة رأي تحكي لأستاذة راح يكون عندك فعل وبعديها لازم يجي عندك فاعل وبعديها لازم يجي مفعول به وبعده بدأ انت رسلا تحكي لي بدأ يجي عندي التمييز تمام طي الآن هذا التمييز ما وقع بعد الفاعل زي هون لا وقع بعد المفعول به فهو أزال الغموض ليس عن الفعل والفاعل فقط عن الفعل والفاعل المفعول به فسمنا علاقة الفعل بالمفعول به علاقة الفعل بالمفعول به أي أن التمييز يأتي ليزيل الغموض ما بعد المفعول به ما بعد المفعول به تمام طبع طينا مثال أستاذي شوفها لو جيت حكيت لك وفيت العمالة إيش أجورا مثلا تمام الآن أستاذي تعالوا خلينا نشوف وين الكلمة التي أزالت الإبهام عن الجملة راح تحكي لأستاذي كلمة أجورا أزالت الغموض عن الجملة كافة وفيته وهي وفى فعيل تمام والتاء هنا فاعل والعمالة مفعول به حلت هذه الكلمة التي اخترناها أن تكون تمييزا لأنها جاءت أصلا زائلة للغموض فهنا كانت تمييز فتمييز ايش نوع هنا بقولوا تمييز ايش نسبة تمييز شماله نسبة شو بدي كون أعرابه منصوب هنا التمييز دائما ايش منصوب علامة نصبه الفتحة وتعني الفتحة ما في مشكلة طيب مثال ثاني أستاذي لو جاينا قلنا مثلا ملأة الله يعافينا ويعافيكو الفايروس الأرض مثلا رعبا حلو طيب وين الكلمة التي أزالت الغموض عن الجملة كلها راح تقولي والله رعبا لأنه بينت ملأة الأرض ايش صح فهنا تمييز هنا ايش تمييز متفقين عليها تبتع خلنشوف كيف شو كيف نعرف إنه هذا نوعه نسبة ولا غيره الآن تعالوا خلنشوف ملأة فعل والفايروس هنا فاعل مشيك والأرض مفعول به مشيك فالتمييز هنا أزال الغموض عن علاقة الفعل بالمفعول به لأنه جاء ما بعد المفعول به فأصبح تمييز تمييز شو نوعه نسبة تمييز شو نسبة تمام أستاذي تعالوا خلينا ناخذ مثال آخر من قول الله عز وجل قال تعالى وفجرنا فجرنا الأرض تمام عيونا فجرنا الأرض يش عيونا صدق الله العظيم طيب الان والكلمة التي أزالت الغموض عن الجملة راح تحكي لي والله أستاذي كلمة عيونا أزالت الغموض أنا لجل نفجرنا الأرض شو عيونا فهنا تمييز قبل لأعرف نوعه واش بدل لازم أنا أكتب العراب حتى لازم أكتب نوعه مشيك تفقنا تعالوا خلنشوف راح تحكي لي فجره هنا فجره تمام هنا فعل ماشي الآن راح تحكي لي لنا هنا ضمير متصل مبني فيه محرفة فاعل ممتن سيفا طيب الأرض مفعول به تمام هنا كلمة التمييز جاءت بعد فعل وفاعل ومفعول به هاي التمييز فبدي يكون علاقة الفعل بالمفعول به إذن هو تمييز شو ماله شو نوعه تمييز نسبة تمييز ايش نسبة تمام أستاذي الآن طيب أستاذي كيف أنا بدي أعرف أنه أنا علاقة الفعل بالفاعل أو علاقة الفعل بالمفعول به طيب أستاذي الآن متى نقول أنها هي علاقة الفعل بالفاعل ومتى نقول أنها علاقة الفعل بالمفعول به طبعا ممكن أجل أحكي أحكي لك مثلا لو جاء قبل التمييز فاعل نقول علاقة الفعل بالفاعل طيب ولو جاء أو إذا جاء قبل التمييز مفعول به شو راح أحكي لك علاقة الفعل بالمفعول به طب وكلاهما اللي هما تمييز نسبة وهي علاقة الفعل بالفعل أو علاقة الفعل بالمفعول به حتى علاقة المهتدى بالخبار ستكون تمييز نسبة تمام أستاذي ما يزيل الغموض عن الجملة ما يزيل الغموض عن الجملة طيب ممكن أستاذي إحنا نعرف التمييز سنتأكد منه من خلال وضع قبلي كلمة أو حرف الجر من تمام طب كيف فجرنا الأرض من عيونه تمام وفيت العمالة من أجوره تمام ملأ الفايلوس الأرض من رعبه تمام مثل ما حكيت لك في علاقة الفعل بالفاعل أن أضع التمييز مكان الفاعل فهذا أصبح معنى المحول لكي تعرف ما يعني معنى المحول طيب وهان ممكن أستاذ أضع التمييز محل المفعول به طبعا أستاذ فجرنا عيون الماء ممكن أحكي فجرنا لكي أتأكد فجرنا عيون الأرض مثلا عيون الأرض الآن أستاذ صدقه عظيم هنا أستاذ فجرنا عيون الأرض لون انتبهت شوية حل التمييز وحل المفعول به لهم يتغير المعنى فأصبحت هذه علاقة الفعل بالمفعول فقط نتأكد أنه أنت اللي استخرجته هذا تمييز ولا مش تمييز أنا بس بهمني أنك تعرف أن هذا تمييز نسبة وحتى في الإعراب ما تنسى أنك تعرفه تمييز نسبة إذن ثانيا اللي هو من تمييز النسبة تمييز النسبة النوع الثاني اللي هو النوع غير المحول غير المحول طب كيف أريد أن أعرف غير المحول شوف ما أسهل الأستاذي غير المحول الأستاذي هنا بهذا الشكل ما يزيل الإبهام عن جملة التعجب ما يزيل الإبهام عن جملة التعجب رح أوقف هنا عشان نفهم إيش يعني جملة التعجب أستاذي جملة التعجب اللي هي نوعان في عندي تعجب بنسميه قياسي وفي عندي تعجب سماعي القياسي من معنى القياس إنه له أوزان إلو وزنين أستاذي عشان أوجد أن هذا تعجب قياسي بدي يكون على وزن ما أفعل وشرحناه سابقا أصلا في قاعدة لوحده أو أفعل بي يعني أفعل بي أو ما أفعل بهذا الشكل طب السماعي السماعي ليس له أوزان تمام؟ ويُعرف من السياق يعني من المعنى بدي أعرفه تمام؟ الآن كيف بدي يجيني أنا تمييز نسبة بس غير اللي هي العلاقات الثلاثة اللي هي في الجمل هاي العلاقات تختلف عن تمييز النسبة لغير المحول لغير المحول لغير المحول بدي يكون ما يزيل الإبهام تمام؟ اللي هو ما يوضح الغموض عن جملة التعجب جملة التعجب قلناه ممكن تكون قياسي وممكن سماعي طيب الآن مثال لو جد حكيت لك مثلاً ما أجمل بهذا الشكل راح تعكي لهن راح لازم بعد ما التعجب يكون عندك فتحة لأنه هذا فعل التعجب ما أجمل الصدقة تمام؟ صفة أو خلقا تمام؟ راح أحكي لك ممتاز بس لا تنسى علامة التعجب الآن أستاذي هنا وين الكلمة التي أزالت الغموض عن أسلوب التعجب؟ راح تحكي لي أستاذي عندي أنا أسلوب التعجب ليه قياسي عوزين ما أفعل هايو ما أفعل ما أجمل صح؟ والصدقة هنا ايش مفعول به؟ شيء مفعول به ليه؟ التعجب المتعجب منه أصلاً في أركان التعجب لكن كلمة صفة هنا هي لإسم النكرة الذي أزال الغموض عن جملة التعجب فهنا أصبح ايش؟ تمييز تمييز لأنه أزال الغموض عن جملة التعجب طيب شو نوعه؟ أنا قلنا مدام شفت جملة التعجب وأزالت الغموض في جملة التعجب كلمة اللي هي اسمناكرة وكانت تمييز فبقوله التمييز هنا إيش؟ نسبة لازم أحدد نوع نسبة طيب شو بدي يكون أراوي منصوب زي ما اتفقنا سابقاً تمام أستاذي؟ طيب أعطينا مثال أستاذي على أفعل بي حاضر الآن أسأله وقلنا مثلاً أكرم بهذا الشكل أكرم تمام؟ أو به معلماً أكرم به معلماً بهذا الشكل تمام هاي في عندي تعجب قياسي أكرم اللي هو أفعل وفي عندي بعدي حرف الجر البع فهنا تكون عندي اسلوب التعجب ما أزال الإبهام عن جملة اسلوب التعجب اللي هي كلمة معلماً كلمة شو؟ معلماً فهنا بدأ تكون تمييز طيب أستاذي شو عرفك أنه نسبة؟ ما احنا اتفقنا أستاذي أنه تمييز النسبة غير المحول ما يزال الإبهام عن جملة التعجب سواء كانت قياسية أو سماعية فهنا تمييز شو ما له؟ نسبة تمييز ايش؟ نسبة الاخرية تمييز النسبة بدي يكون منصوب تماماً كله تمييز بدي يكون منصوب طيب تعالوا أستاذي نتعرف كيف بدي نتعرف أنه هاي تعجب سماعي تعجب سماعي كيف بدي يكون فيه تمييز النسبة؟ كيف بدي يكون تمييز النسبة؟ كل التعجب السماعي بحر وفوق من إيش؟ من السياق مثال ممكن أحكي لله درك عالماً لله درك عالماً هنا أسلوب تعجب لكنه أستاذي مش على وزن ما أفعل ولا أفعل بها عرفته من السياق إذن هو يتعجب من العالم يقول له لا يدرك عالماً فعالماً هنا أزالت الغموض لمن تقول لا يدرك أنت تتعجب الآن من العالم فهنا تمييز نسبة تمييز شماله؟ نسبة بهذا الشكل أحكي له تمام أستاذي؟ في جملة تعجب هي جملة تعجب سماعية طب مثال آخر على التعجب السماعي ممكن يجي لي مثال كلاعاتي يحكي لي مثال يَا جَمَالُهَا لَيْلَةً طويل شو بدي يسألني؟ بدي يقول لي مثال استخرج تمييز فأقول له ماشي الآن في تعجب السماعي تعجب السماعي تعجب السماعي في كلمة راح تزيل لي بهم عنه له كلمة ليلة لأنك انت تعلم إيش كاعد هنا؟ تزيل الغموض عن كلمة أو أسلوب التعجب يَا جَمَالِهَا تمام؟ تحكي لي شو؟ ليلة هم تحكي لي شو؟ تمييز نسبة لماذا؟ لأنه جاء في جملة تعجب السماعية أو حتى لو كانت في جملة تعجب قياسية سيكون التمييز هم يزيل الغموض عن جملتين سواء كانت قياسية أو سماعية الآن النوع الثاني من التعجب أو آسف من التمييز غير المحول اللي هو المدح والذم يعني أقصد في كلمة المدح والدم ما يزيل الغموض أو يوضح الغموض في جملتي المدح والذم الآن بعد ما عرفنا أنه تمييز النسبة غير المحول يأتي جملة تعجب لازم أعرف أنه كمان ممكن يأتي في جملتي المدح والذم طب شو المدح؟ بدأت تتذكر أنه المدح مرتبط فيه كلمة نعمة والذم اللي مرتبط فيها كلمة بئس بهذا الشكل تعالوا خنشوف المثال الآتي لأنه لما أجي أحكي نعمة بهذا الشكل نعمة الطاه ليبو مثلا أدبا أو خلقا حلو؟ رح تحكي له أستاذي ممتاز أنت هسا جملة المدح هذه جملة المدح فيها اسم نكرة اسم النكرة أزال الغموض أنك أنت تميز الطالب بأدبه فتمدح أدب الطالب فهنا أصبحت هذه تمييز طب سايز شو نعمة؟ ما نقول لنا سايزة تمييز نسبة إذا جاء في جملة المدح أو حتى في جملة الذم طب أعطينا مثال على الذم قلت لك ما يمثل الذم هنا كلمة بئسة وما يمثل المدح كلمة نعمة بهذا الشكل كأننا نقول مثلا بئسة سارقها بئسة السارق مثلا خلقا تمام؟ أنت الآن ذميت السارق من حيث أخلاقه تمام؟ مميزته أنه أخلاقه هنا أستاذي سيئة فبئسه هنا أستاذي أنت ذميته فهنا الخلق هنا أزالت الغموض عن ما تذم به السارق فأصبح التمييز نسبة تمييز نسبة تمام أستاذي؟ أو كما قال الله تعالى بئسة للظالمين بئسة للظالمين بدلا بئسة قال تعالى بئسة للظالمين بدلا هنا المقصود أصلا بالآية أن الله عز وجل يذم من يتبع الشيطان ويتخذ إبليس وذريته أولياء من دون الله فهو من يتخذ إبليس بدلا من الله عز وجل فالله عز وجل هنا يذمه فيقول بئسة للظالمين بدلا بدلا هنا بدأت تكون إيش؟ جاءت في جملة المدح أو الذم هنا جاءت في جملة الذم أكيد لأنه عندي دلالة لهي كلمة بئسة فبقول له هنا تمييز نسبة فلو قال لي عربها بقوله تمييز نسبة من صوب وعلامة نص به الفتح أو تنوين الفتح تمام؟ الفتحة الظاهر تمام؟ فيه سؤال شسادي؟ ترجمة نانسي قنقر